موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ريدمشين توز ياللهب طبعا في مقطعنا الي اليوم رح نتكلم عن تحديث ريدد اونلاين الجديد ورح نفصل فيه لتفصيل كامل ورح نبدأ من الالف ورح ننتهي بالياء رح تطلع من هذا المقطع وانتفاهم التحديث بالكامل فتعالوا سويا نخش في المقطع طيب اولا اخيرا شركة روكستار خرجت ريدد اونلاين من طور البيتا الي استمر الى 6 شهور والاونلاين الان اصبح رسمي والتحديثات رح تتواجد بشكل كبير جدا في الفترة القادمة فمن هذا المنبر نقول باي باي بيتا ريدد اونلاين واهلا ريدد اونلاين الرسمي امس نزل تحديث زي اللهب حجمه تقريبا 3 جيجا واضاف اشياء جدا جدا كثيرة ورهيبة ورح نتكلم عنها اليوم طيب اولا رح نبدأ بموضوع السبايك الذهبية المجانية العب ريدد اونلاين في اي يوم من ايام الاسبوع هذا عشان تاخذ 15 قطعة ذهبية بلاش وبدون اي تعب عشان تتأكد بنسبة 100% انه الذهب رح يجيك العب اليوم ريدد اونلاين وبكذا تضمن ال 15 قطعة ذهبية اذا كنت شخص تبحث عن هذه 15 قطعة ذهبية العب يوم واحد من احد ايام الاسبوع هذا عشان ال 15 قطعة طيب بالنسبة للاشخاص اللي عندهم نسخة الالتيمت ايديشن لردد ريدمشن 2 رح ياخذون جائزة قدرها 100 دولار بينما البقية ما لهم الا الهواء فاذا كنت معاك التيمت ايديشن رح تاخذ 100 دولار في ريدد اونلاين طيب النقطة اللي بعدها ريدد اونلاين من تاريخ اليوم الى تاريخ 27 مايو نهاية الشهر رح تكون بدون اشتراك بلس يعني تقدر تلعب الانلاين بلاش وبدون اشتراك بلاستيشن بلس وهذا شي جدا جدا رهيب استمتع بريدد اونلاين الى نهاية شهر مايو طيب خلونا نشوف مقالة روكستار سويا طبعا الروكستار افتتحت المقالة باعطاء نبذة عامة عن التحديث قالوا انهم اضافوا مهمات تختيم جديدة ومهمات جانبية جديدة في السيرفر ايضا اضافة الى انهم اضافوا لعبة البوكر المشهورة عند اللاعبين واضافوا عدد كبير جدا من التحسينات والاصلاحات للانلاين اللي تحافظ على استقرار الطور شي جميل جدا وشي اساسي طبعا بعد ذلك روكستار شكرت جميع اللاعبين اللي يرسلوا لهم فيدباكس واقتراحات لتحسين الانلاين والشركة صرحت انها اخذت بجميع الاقتراحات وهي قيد العمل الان بعدها روكستار وضحت نقطة جدا مهمة وهي انه هذا التحديث الضخم هو فقط البداية هو بداية ثورة ردد اونلاين وانه الفترة القادمة راح تكون فترة جدا جدا قوية لردد اونلاين طيب اول شي كبير روكستار اضافته اليوم هي مهمات تختيم جديدة وهذا الشي جدا جدا عظيم كلنا شفنا قد ايش مهمات التختيم السابقة او مهمات الستوري مود السابقة في الاونلاين كانت جدا حلوة ومحبوكة وفيها قصة جدا رهيبة والان الجديدة هذه راح تكون يعني 100% احسن من السابقة وعلى نفس شاكلة المهمات روكستار اضافه مهمات جانبية جديدة وكالة وايضا نبهوا على نقطة ان المهمات الجانبية راح تشهد تواجد شخصيات من الاوفلاين شخصيات كلنا نعرفها اقرب مثال هما الاخوين ابردين المعروفين وفعلا يا لهبيين الاخوان ابردين موجودين في الاونلاين وتقدرون تسووا لهم مهمات مقابل مال وغيرها بعدها روكستار اضافت انه في المستقبل راح تشوفون شخصيات اكثر واكثر واكثر ورح تشوفون شخصيات تحبونها مرة طبعا نتوقع دوتش وجون وارثر وبقية افراد العصابة والعيال صراحة يعني هذا الشيء جدا جدا رهيب ورح يرفع من قيمة الاونلاين بشكل جدا جدا كبير متحمس لهذه النقطة صراحة الشيء الثاني اللي انضاف لنا اليوم هو تحديات العصابة الداخلية اشرح لكم اكثر لما انت واصحابك تسووا لكم عصابة رئيس العصابة من البلاير مينيو يقدر يبدأ تحدي خاص بينكم والتحديات رح تكون على ثلاثة اشكال وثلاثة انواع اولا مين يصيد اكبر سمكة وشرحها رح يعطونكم وقت معين واسرع واحد يصيد اكبر سمكة هو الفايز ثاني نوع صيد الطيور اكثر واحد منكم يصيد طيور رح يكون هو الفايز بينكم ثالثا تحدي جمع النباتات بكل بساطة اكثر واحد يجمع نباتات هو الفايز بينكم طبعا الفايز رح تجي له مكافأة بسيطة جدا ومكافأة رمزية يعني هدف تحديات العصابة الداخلية هدف تنافسي اكثر من انه ربحي طيب الشي الثالث اللي انضاف لنا اليوم هي فعاليات السيرفر او الديناماتيك ايفينتس اشرح لكم اكثر شفتوا في الاوفلاين لما كنا نمشي في امان الله فجأة نحص الشخص يطلب مننا مساعدة او مثلا شخص يبغى يسرقك او شخص اخر او عصابة اخرى تبه تهاجمك وتقتلك شفتوا فعاليات السيرفر هذه اللي كانت تجينا في الاوفلاين الان ورسميا رح تجينا في الاونلاين وهذا شي جدا جدا رهيب يعني مثلا انت ماشي لحالك في الاونلاين فجأة رح تحصل واحد يصيح يبغاك تساعده لو ساعدته رح يعطيك مبلغ معين ورح يعطيك اكس بي عالي بل انه بعض الاحيان ممكن يعطيك ذهب وقطع ذهبية طبعا لو ما ساعدته رح يقل له شرف معاك لكن لو ساعدته رح يزيد الشرف معاك وهذا شي جدا جدا رهيب ايضا الشي الرابع اللي انضف لنا اليوم هي لعبة البوكر والبوكر لعبة كانوا اللاعبين يبغونها من بداية اونلاين ردد لكنها ما نزلت الا اليوم صراحة شي جميل اننا نشوف الالعاب التنفسية هذه موجودة في الاونلاين لكن انا ابدا ابدا ما افهم هذه اللعبة اطلاقا فاذا احد فاهم يعني يشرح لنا يا لهبيين طيب الشي الخامس اللي انضاف لنا اليوم هو طور شوداون جديد باسم اوفررن وشرح الطور بكل بساطة الماب رح يتوزع الى مناطق رح يبدأ الجيم والمناطق ليست لاحد واللي على اللاعبين الان انهم يسيطرون على هذه الاماكن زي ما تشوفون واكثر فرقة تسيطر على اماكن هي الفائزة فهمتوا كيف؟ صراحة انطور جدا جدا رهيب واحلى شي انك تلعبوا مع اصحابك لذلك يا لهبيين ابا العب هذه الاطوار واني بنلعب ردد اونلاين سويا فابغاكم تضيفوني على هذا الاي دي وان شاء الله نلعب سويا الشي السادس اللي اضيف لنا هو فرد الليمات ريفولفر واحد من اقوى الريفولفرز في اللعبة الان وصفه بكل بساطة فرد يجمع بين قوة الرصاصة وكثرتها طبعا الليمات ريفولفر في له تسعة طلقات كاملة طلقه ورا طلقه ورا طلقه ورا طلقه يعني اذا خشيت فايت مع اي واحد ما رح ينتهي القتال الا وينت جالده وقاكله طبعا سعره رح يكون 317 دولار نوعا ما المبلغ مقبول يعني مقابل سلاح جدا جدا قوي ايضا السلاح في له ميزة جدا جدا رهيبة وهي انه بامكانك تحوله شوتقن زي ما تشوفون يعني هذا السلاح او الليمات ريفولفر يضرب عصفرين بحجرة واحدة اذا كنت تبغى شوتقن فهو شوتقن اذا كنت تبغى ريفولفر وفرد فهو رح يكون ريفولفر وعشان تحول بين الريفولفر والشوتقن كل اللي عليك انك تضغط سهم يمين اضافة الى الليمات ريفولفر روكستار يعني كعادتهم اضافوا مجموعة كبيرة من الملابس الجديدة ومجموعة كبيرة من الايموتس والحركات كلها جديد في جديد تقدر تشيك عليهم من محل الملابس او من الجنرال ستور ايضا روكستار قالت اخذوا بالكم لان بعض الملابس ممكن تكون لفترة معينة بعدها تروح وتختفي ولا رح ترجع اطلاقا يعني زي اسكن الاسكيلتن والعيال الشي السابع المهم جدا اللي انضاف لنا رح يكون هي طريقة اللعب الهجومية وطريقة اللعب الدفاعية الوفنسف بلاي ستايل والديفنسف بلاي ستايل طبعا سابقا شرحناها لكن بعطيكم نبذة بسيطة جدا انت يا لاعب مخير بين طريقتين طريقة لعب دفاعية وطريقة لعب هجومية الوفنسف ان ديفنسف بلاي ستايل الطريقة الهجومية او الاوفنسف هي طريقة اللعب العادية والموجودة في بيتا الاولاين السابقة اي لاعب يقدر يكتل الله الثاني اي واحد يكتلijahجم الثاني وكل لاعب يقدر يخرب على الثاني واي لاعب معرف للخطر بينما طريقة اللعبة الدفاعية او الديفنسف بلاي ستايل رح تكون لللاعبين اللي ما يبغون مشاكل ولا مضاربات روكستار قالت انه الديفنسف بلاي ستايل او النظام الدفاعي وضعوه عشان تعرف يم شاغب يم اذي انه هذول الاشخاص لما يحطون هذا الخيار وهذا الطريقة تراهم ما يبغون اذية طبعا اللاعبين اللي في النظام الدفاعي رح يظهرون ويعرفون برمز الدرع هذا زي ما تشوفون يعني رح تشوف شخص عليه درع فاعرف انه حاط الديفنسف بلاي ستايل طبعا في النظام الدفاعي او طريقة اللعبة الدفاعية رح تكون للاشخاص اللي فيها خصائص خاصة بيهم فقط اولا انهم ما رح يتدمجون بشكل كبير جدا لما احادي هاجمهم يعني الدمج اللي ياخذونه رح يكون قليل جدا ثانيا ما يمديك انك تربطهم بالحبل لو واجهت لاعب دفاعي الايم التلقائي او الايم اسست ما رح يشتغل معاك رح يخليها فري ايم انت تقنص عليه اذا تبغى تقتله يعني نوعا ما خصائص اللاعبين الدفاعيين يعني للاشخاص اللي ما يبغون مشاكل ابدا رح تفيدهم جدا روكستار حاولت بقدر الامكان انه تخليه نظام عادل ونوهت على نقطة جدا مهمة الشخص اللي هاجم اللاعبين الدفاعيين رغم جميع العوائق رح يعاقب بشكل كبير جدا اولا رح تنحط على راسه جائزة او باونتي والجائزة رح تكون ضخمة جدا ثانيا رح يقل الشرف معاك كثير وايضا ايقونتك في الخريطة رح تصير حمرة على طول يعني انك شيطان رجيم وانك تآذي الناس بشكل كبير جدا ورح تظهر في الخريطة لجميع اللاعبين اللي في السيرفر عشان ياخذون بالهم وحيطتهم منك اخر شي تكلمت عنه روكستار نبهت على نقطة ايضا مهمة انه لو كنت لاعب مشاغب واحد قتلك فانت رح ترسب في مكان بعيد جدا عن مكان موتك طبعا اللي نعرفه لما احد يقتلك رح ترسب في اقرب مكان من جثتك لكن مع التحديث الجديد اذا كنت شخص عفريت رح ترسب في مكان بعيد جدا عن جثتك واذا كنت شخص شيطان جدا ومر عفريت روكستار رح ترسبنك في ولاية اخرى يعني اذا انت قتلت في ولاية ليمون رح يودونك ولاية نيو اوستن شوفوا كيف البعد عشان لا تقعد تآذيهم زيادة يا عفريت بعدها روكستار اختتمت المقالة فعليا بقول انه يا لاعبين ردد اونلاين ترقبوا الفترة القادمة لانها رح تكون فترة جدا جدا قوية ورح تكون فيها تحديثات رح تسركم بشكل كبير جدا طيب يا لهبيين شاركونا اراءكم في خانة التعليقات عن تحديث ردد اونلاين الضخم هل تشوفونه رهيب هل تشوفونه سيء او تشوفونه يعني ما في اي تغيير حدث طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم حدة الان يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة